موسيقى وزوجوية واحد من مصادر الفخر بالنسبة لقارة أفريقيا على مستوى العالم مشوار أكتر من ناجح ورئيس ليبيريا الحالي طبعا لكن في النهاية زي ما قلت لكم منتخب مصر حتى في أضعف نسخة منه دايما بيبقى معمول له حساب ودايما بيبقى محطوط من ضمن الأسماء المرشحة للمنافسة على اللقب يمكن تراجعنا شوية في الـ 14 سنة الأخيرة لكن من وجهة نظري اللي ما زلت مصر عليها أن الفرصة مهيئة جدا قدامنا في النسخة اللي جاية أو نسخة اللي هتبدأ كمان يومين في أبيتجان للمنافسة بقوة على اللقب يعني بعتمد في رؤية دي على إيه على حاجات كتير جدا هنقشها استعرضت جزء من أو عنوانها في بداية الحلقة وهنقشها بالتفصيل مع ضيوفي اللي بيشرفوني النهاردة في السادسة بلال محصن وأحمد مصطفى مساء الخير أول حلقات السنة الجديدة يا رب كايتكم سنة حلوة على المصر والمصر يمس أخير يا بلال مساء النور طبعا يا أحمد أهلا بيك وأهلا بكل السادة للمشاهدين ويعني أجواء الستوديو والميوزيك بتاعت الكان بالضبط دخلتنا في الأجواء بدري وزي ما احنا كنا نتكلمنا في حلقات قبل كده أنه واضح أنها تكون بطولة على مستوى الحدث يعني وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخب مصر أبو حميد مساء الفل مساء الفل يا أحمد وأهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي كناتنا أهلا طبعا وإن شاء الله مصر تقدم بطولة يعني ممتعة وبطولة قوية ونسخة أعتقد أنا بشوف أنها تبقى من أقوى النسخ في كاسر أم أفريقية النسخة الحدية كل بطولة بيبقى في لها مقدمات كنت بقول في بداية الحلقة أنه من رحم المعاناة من بعد 2010 لغاية النسخة الأخيرة اللي أقيمت في السنغال واللي وصل فيها منتخب مصر النهاية كنا دايما بمداخلين البطولة مش متطمينين كنا دايما داخلين البطولة وحاسين أنه حظوصنا فيها وفي تحقيق لقابها بعيد شوي هل القصة بالنسبة لكم اختلفة المراضي هل حاسين أنه منتخب مصر ورايح أو بعد وصوله مبارح ونشوف لقطات طبعا من السبال البعثة لكود ديفوار حظوصه كبيرة في المنافسة على اللقب يعني يمكن يا أحمد أنا أعتقد أن الجيل الحالي من اللاعبين اللي بيمثلوا منتخب مصر في الخمس أو ست سنوات الأخيرة أصبح عندهم رصيد كبير من الخبرات نوصل لفاينال 2017 وخسرنا بعد ما كنا متقدمين على الكاميرون وبعدها طبعا كان خروج غير موفق هنا لما أقيمت البطولة في مصر يعني كان خروج مفاجئ لمنتخب مصر ولكن قدر المنتخب يعمل كامباك ويعود في البطولة الأخيرة ويصل للنهائي وخسرنا طبعا بركلات الترجيح فالمنتخب أصبح عنده رصيد كبير من الخبرات اللعيبة كلها سواء لما تكلم على مستوى حتى أصغر اللاعبين عمرا يعني محمد عبد المنعم مثلا التشكيل الأساسي لمنتخب مصر 24 سنة ولكن لعب فاينال قبل كده فيعني عندك خبرات أعتقد حتى مع صغر السن ولكن الكل عنده الخبرات الكافية أعتقد للتعامل مع المواجهات الكبيرة شفنا البطولة الماضية تحديدا منتخب مصر تواجه مع أكتر من ثلاث منتخبات يعني وجهنا المغرب وجهنا كوتيفور وجهنا الكاميرون كانت صاحبة الملعب وأقصى المنتخب المصري الثلاث منتخبات وفي النهاية عدلنا مع السنغال ولجأنا لرقلات الترجيح فأعتقد أن كل دي خبرات ترقمت عند اللاعبين وأصبح الجيل الحالي مؤهل للمنافسة مش هنقول لحصد اللقب لأن انت في قرة طبعا فيها منتخبات كبيرة إلى جانب المنتخب المصري ولكن المنتخب المصري أعتقد أنه مؤهل للمنافسة بقوة على اللقب إن شاء الله لو الصورة طبعا لقطات لحضراتكم شايفينها دي لحظات وصول البعثة لكوتيفور وصلوا بالأمس بالسلامة نهاردة يمكن كمان تقريبا نص ساعة هيبدأ أول تمرين للمنتخب إن شاء الله في جاردان بوتانيك ملعب جاردان بوتانيك وأعتقد أنه هيكون تمرين خفيف النهاردة ومن بكرة يبدأ الاستعداد بقى بشكل كبير ياريت جبلنا الصورة دي يعني لو نقطع الصورة دي عشان ننهي بس الحلل على السوشيال ميديا لأتمنى حالة الصراع دي الصورة دي في أثناء الرحلة في الطيارة أولاد مصر خلاص بقى انتهت الألوان وانتهت المشغبات والمنازعات وقصة اختار مين وما اختارش مين عجبني يا أحمد بالمناسبة الصورة دي لما نزلها محمد النني على حسابه على الإنستجرام كتب كل ما عجبتني جدا كتب هدفنا واحد صحيح يعني فعلا يعني كل المجموعة دي هدفها هدف واحد وطول عمرنا يعني أول ما بيبقى اسمه منتخب مصر في الصورة يعني خلاص كل حاجة أي مشاعر انتماء لنادي أو حب اللاعب أو قناعة أو عدم قناعة باسمه مدير فني خلاص القصة بالظاف كلنا ما عندناش غير هدف واحد لازم نسند أبطالنا وولادنا وخصوصا أنه أنا زي ما استعرضت معكم في الأول